بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من المدرس الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية طلب إعادة تقديم الواجب دلوقتي احنا فيه طالب استجاب لواجب من واجبتنا على سبيل المثال احنا عملنا هنا تدبات عامة وشفنا في الفيديو السابق ازاي نقدر نصحح الواجب وازاي نقدر نكلف بالواجب انا هقدر دلوقتي باني ادخل على التسليم بتاع الطالب في الفصل بتاعي فهيظهر لي بان الطالب الاسم ياسر نجيب وقدم لي واجب فيه الوقت الفلاني والواجب ده غير مقيم اقدر باني ادخل واقيمه لكن عشان اقيمه لازم هضغط على اسم الطالب في البداية وهنتبه لان ايه الملفات اللي هو الطالب باعتها وابدأ اني افحص الملف ده بناء على الملف ده هقدر اني اقيم درجة الطالب طيب انا لو لاحظت بان فيه مشاكل عند الطالب ده فيه اجاباته ازاي اقدر تصرف تقدر انت تتصرف عن طريق بانك تقدم طلب اعادة تقديم طلب اعادة التقديم هو بمثابة انك بتقدم لطالب عبارة قعد الواجب لو انا دلوقتي اعادت التقديم انا دلوقتي اثناء ارسال طلب اعادة التقديم للطالب ده انا هاجي هنا واكتب له راجع اجاباتك بعد كده هعمل طلب تسليم لاحظ بان هنا الكلام ده هيبقى عليه بالاحمر طلب اعادة تقديم بان هنا الطالب مختلف عن الطالب اللي هو ما قدمش الواجب اصلا لا هو هنا قدم الواجب ولكن فيه طلب لاعادة التقديم عند الطالب بيظهره في الإشعارات بتاعته بأن حضرتك كمدرس طلبت إعادة التقديم هنا الطالب يقدر يفتح الواجب وبعد ما يفتح الواجب يقدر بأنه يعدل فيه الواجب وبعد كده عيد إرسال الملف لو فيه ملف ما بيفتحش تقدر تطلب إعادة تقديم لو فيه أي مشكلة في الواجب بتاع الطالب تقدر تطلب إعادة تقديم أنا دلوقتي كطالب ظهر عندي في الحساب بتاعي بأن مدرس طلب مني إعادة إرسال الواجب أو قال لي إعادة الواجب اقدر باني اطلب اعادة ارسال فهيعمل لي مراجعة جديدة انا طبعا رجعت الملف بتاعه وبعد كده عملت ارفاق للملف بتاع الواجب واعدت ارساله بعد ما عادت ارساله لازم تتأكد بانه تم تسليم الواجب لو انت ما ضغطتش على توسط تسليم الواجب هنا المدرس مش هيستلمها بعد ما الطالب ما ضغط على تسليم الواجب هنا هتلاحظ بان فيه تسليمين المدرس استلمه طيب حضرتك كمدرس هيجيلك في الاشعارات بان الطالب ياسر نجيب قدم الواجب مرة تانية هنا هتختفي علامة طلب اعادة تقديم الواجب اللي كانت موجودة بالاحمر ولو ضغطت على الطالب هتلاحظ بان الطالب هنا قام بتسليم الواجب في الملف ده تقدر تقيم وتكتب الدرجة بتاعت الواجب طيب لازم تنتبه كمدرس الى وجود عدة مراجعات ان انت فيه مراجعات مختلفة للواجب بان الواجب الاصلي تم ارساله في موعد كذا والواجبات الاخرى اللي انت تقبت منه اعادة تقديمها تم ارسالها في الموعد الفلاني انا هنا بما ان الطالب استجاب لاعادة التقديم وانا رجعت اجابته اقدر باني ادي له الدرجة سواء 10 من 10 حسب التقييم واللحظاتك تحب تحطه وهعمل له حفظ فظهر هنا فورا التقييم بتاع الطالب وبعد كده ممكن اكتب له تعليق فاقول له بارك الله فيك واضافة التعليق هنا الطالب انتقل من تم التسليم الى تم التقييم طبعا موجود عند حضرتكم ضمن الوجهة جزء للتقييم وجزء لطلب اعادة التقديم في حالة ان في طلب عندك عندهم طلب اعادة تقديم هو بيجمع لك الطلاب دول علشان تعرف مين هم لكن لو ما فيش حد حاليا عندك في القيمة ديت او مطلوب منه طلب اعادة تقديم يبقى انت كل طلابك اما تم تقييمهم يبقى انت كل طلابك اما تم تقييمهم يبقى انت بانتظار التقييم طبعا نقدر نعدل الدرجة في اي وقت عن طريق الضغط على علامة القلم وانا نعدل الدرجة على سبيل المسال هاديله تسعة من عشرة وحفظ بكده نكون شرحنا كل ما يتعلق بطلب اعادة التقديم بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كل التوفيق